67 دولارا برميل خام نفط البصرة الواحد والثقيل منه وصل 64 دولارا و 40 سنة للبرميل الأرقام هذه تسجل على مستوى للأسعار ما لم يحدث منذ أكثر من عام للنفط العراقي في السوق العالمية خطة نفطية لرفع الطاقة الانتاجية تعكف وزارة النفط عليها بهدف تطوير المشهد الاستثماري بوجود شركات عالمية مهتمة آمال تنعقد على حديث بترولي صاف يتعلق برفع أوبيك لطاقته الانتاجية ما يرفع نصيب العراق في النسب النفطية وإرقامه الانتاجية أوبيك التي حددت في سنوات سابقة حصص العراق قد تفتح الباب هذه المرة بحسب اقتصاديين وخبراء للنفط للتمكن من انتاج أكثر وهو الذي سيصاعد مستقبل الاستثمارات الأجنبية لكن ضعف هذه الاستثمارات هو الذي يضرب في خاصرة الاقتصاد العراقي ما يجعله مترنخا في مستنقع المجهول سيما أنه يعتمد بشكل كبير على النفط كرافد أساس لخزينة الدولة واقتصادها على الرغم من خطة ورقة بيضاء وضعها رئيس الوزراء مصطفى الكاظم مؤخرا أراد من خلالها تفعيل جوانب أخرى مثل الصناعة والزراعة والتجارة للابتعاد عن الاعتماد الكلي على النفط إلا أن الفرص الواعدة في عالم النفط قد تفتح خطوطا اقتصادية جديدة عام يبدأ به العراق بتجميد اتفاق الدفع المسبق لبيع النفط الخام الذي كان بهدف تعزيز إراداته بسبب تحسين أسعار الخام واستقرار سوقه الذي يقرأ بلغة الأرقام النفطية على أنه مستقبل أكثر إجابا على صعيد تحسين الواقع الاقتصادي في البلاد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر